موسيقى 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 او غيرها خلي الموبايل بيرن كل مسلا ساعة ساعة ونص معادي نشرب مية فبالتالي منخلي جسمنا هايدريتت تول الليل ومتعبش تاني يوم في النسيام طيب لو انا دلوقتي مشربتش مية كفاية وحصلي جفاف خلال النهار او دي هايدريشن هيأثر معايا في حاجتين اول حاجة ممكن يسبب لي صداع على مدار النهار تاني حاجة ممكن يسبب امساك لو انت مش بتشرب سوايل كتير فعلشان تفادى الصداع والامساك خلي دايما جسمك فيه مية خلال الليل كله تاني حاجة بعد تكلمنا عن العطش الجوع اهم حاجة ان احنا ناخد نمد جسمنا بحاجة تخليه على مدار اليوم مش شبعين بس ما تبقاش جعين قوي نعمل كده ازاي اهم حاجة ناخد في وجبة السحور نشويات مركبة او اللي هي زي الشوفان والبطاطس والبطاطا الفول اي حاجة من الحاجات اللي فيها نشويات مركبة ليه لان دي بتاخد مدة طويلة جدا على ما تتكسر 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 لحد ما تبقى سيمبل ساعتها بس بابدأ احس بجوع بس طول ما انا جسمي شغال فهضم النشويات المركبة دي انا حسس بامتلاق ومشجعين تاني حاجة بحط مع الكاربز دي هياخد حاجة فيها بروتين انا دايما بنصح بالجلن القريش لان البروتين بتاعها بطيء الامتصاص فيقعد خلال النهار جسمي يمتص فيها كل ده انا من عمري ما احس بجوع ممكن ااخد بروتين من مصادر تانية اه من البيض او من المصادر حيوانية او مصادر نباتية زي المشرومز والبروكلي والحاجات دي طبعا دي بقليات كلها معينا بس لو حد عنده مشكلة في القولون بنقول له يقشر الفول او يجيبه متقشر علشان ما يحصلوش مشاكل في القولون ويقدر يكمل سيوم تالت حاجة احنا كده جوع وعطش التركيز تركيز اهم حاجة اللي انا ااخد على السحور حاجة فيها زيوت صحية زي الزيت الزتون زي اللوز المكسرات بانواعها بس اخلي بالي من الكميات علشان معلاش بسعورات الحلرية بتاعتها فبالتالي وزني يتأثر ده كده بالنسبة للسحور واهم حاجات فيه بعد كده بدخل على الفطار اكل ايه على الفطار اهم حاجة ان انا ابدأ الفطار بتاعي بتمر لان السكر بتاعه سريع الامتصاص سريع الامتصاص ده بيعمل ايه بيهيق جسمي انه هو يستقبل الاكل والحاجات التانية لانها كلها من غير ما اخده جسمي مرة واحدة او ارفع نسبة الانسلين فيه مرة واحدة فبالتالي جسمي يبدأ يشتكي مني فبابدأ بالطمر وعاديين اشرب مياه كوباية مثلا مش كتير ويفضل ان انا اخد بريك بعدها علميا المعدة بتاخد عشرين دقيقة على ما تقول المخ ان انا جبعت لو انا اول ما خلصت بدأت ااكل على طول انا هيكل كمية كبيرة جدا اكتر من ان انا كنت عايزة كلها في خلال العشرين دقيقة دي وفي نفس الوقت الانسلين هيعلى قوي ويسمي هيبدأ يتعب معي فبعمل ايه باخد بريك بعد التمر والمية اصلي او اقعد خمس دقايق معاملش مكلش فيهم وبعدين ابدأ اكل لما ببدأ اكل بابدأ بشربة خفيفة الاول عشان برضو امهد المعدة بتاعتي الشربة طبعا ما بيقاش فيها كريمة ولا تكون معمولة بمرأة صنوعية لان احنا في الاخر عايزين يكون الطريقة صحية مش بس ان صعورات بتاعتها معقولة بعد التمر والمية والشربة بابدأ اكل الاكل التاعي دايما بنقول play it smart يعني ايه يعني مابدأش لو انا في عزوما وفي عندي انواع اكل كتير في منها الصحي وفي منها لمش صحي مابدأش على طول بالنجرسكو او المسقعة او الحاجات اللي هي تقيلة شوية بابدأ بالسرطة والبروتين المشوي علشان باي دي تايم على ما ايه جي اكل الحاجات التانية اللي انا مكنتش عايزة اكل منها كتير تقريبا شباعت فاكل منها كميات صغيرة انما انا لو بدأت بالحاجات الدسمة او الحاجات التقيلة اللي انا مش عايزها هاكل منها كمية اكتر من احتساجة طبعا بنقول ان في العزوما فيه سوشل براشر فيه لازم نعزم ولازم ناكل فبنحكم في الموضوع ده ازاي ان احنا بنشبع الاول بالحاجات الصحية فبالتاني مبقاش فيه مساحة كبيرة قابل انا اكل الحاجات التانية فانا عرفت اعمل لكمية الاكل الدخل لجسمي اهم حاجة ان انا بعد الاكل على طول محليش يعني لو طبعا مش كل يوم بس لو في يوم في علومة هاكل كنافة او قطايفة او اي حاجة من الحلويات دي اهم حاجة ما تكونش بعد الفطار مباشرة استنى على اقل ساعتين يعني لو احنا بنفتر الساعة سبعة مثلا او تمانية لا سبعة يبقى احنا على الساعة تسعة او عشرة ممكن ناخد الحلو بتاعنا وبرضو تكون كميات محدودة ويفضل في يوم نيكون فيه تمرين او عملنا حركة معقولة علشان الجسم يحرقها اخر حاجة الحوامل اللي الدكتور قال لهم نصحيتهم تسمح ان هم يصوموا اهم حاجة نفضل نشرب سوايل من المغرب لحد السحور دي اهم حاجة في الدنيا بناخد طبعا كالسيوم وفايتامينز بياخد الفايتامينز بتاعتي على السحور قبل مبدأ السيام بتاعي وبياخد الحديد مع الفطار لان احنا عالقل نفس الكالسيوم عن الحديد عشان امتصاصهم فبياخد الحديد على الفطار مع الوجبة اللي فيها البرتين الحيواني عشان ازود امتصاصه وبياخد الكالسيوم على السحور مع منتجات الالبان والحاجات الغنية بالكالسيوم اهم حاجة الهايدريشن عدد الكالوريز من الحامل بتزيد 300 أو 400 كالوري بيك كتير عن اللي مش حامل فما قولش حكاية بقى أنا باكل شخصين وأن أنا رمضان الدنيا مفتوحة لا رمضان برضو لمتد باكل احتياجي لازم أعمل تشاكليست أن أنا غطيت كل الفيتامينز والمينرالز وكل الحاجات اللي أنا جسمي محتاجها علشان ما أتعبش تاني يوم في الصيام آخر حاجة بنقول أن الصيام صحة والصيام ورمضان أحسن وقت أن نغير فيه الهابتس بتاعتنا اللي احنا عايزين نغيرها ليه لأن احنا بنقعد نعمل نفس الحاجة دي لمدة 30 يوم فأنا خلاص بكونت عودت عليها وباجي بعد رمضان أعملها من غير ما أتعب فيها خالص بنقول كمان من أهم الحاجات أن أنا يكون عندي support system حد من صحابي أو حد من عائلتي يكون بيحاول يشجعني زي ما احنا بنشجع بعض على الصلاة وبننزل التراويح مع بعض يكون حد بيشجعني أن احنا ناكن هارفي مع بعض أو ننزل نتمرن مع بعض آخر حاجة أن احنا نعمل limitation للحاجات اللي احنا مش عايزين نحطها في حياتنا زي أنا مثلا من يوم ما جوزت عمري ما اشتريت زيت بتاع قلي لأن أنا عارفة أن أنا لو عندي زيت قلي في البيت تشعنصز أني قلي حاجات كتيرة بس طول ما أنا ما عنديش زيت للقلي في البيت وعمري ما أفكر أيكل ولا أطايف ولا أي حاجة من دي غير مرة في عزومة مرة في خروجة فبالتالي عملت نفس limitation لحاجة أنا فعلا بحبها يعني مثلا أنا عايز أخس هقلل الكالوريز اللي بيخدها في اليوم وفي نفس الوقت هتمرن قبل أو بعد الفطار وكل واحد بالتالي بالورقة والقلم يكتب هو عايز يعمل إيه ويفكر زي هي وصل لها ومش صعب جدا في رمضان إن أنا أغير شكرا وكل سنة أنتوا طيبين